لا لا يلعب الزمالك لو لعبوا في الفاينال شو الله تعالى الاعلام الكبير الأستاذ تامر أمين بيحذر من حاجة مهمة خلونا ننور لها الأنبا من بدر شوية بنتيجة المباراتين بتوعن برح وأول 90% المباراة النهائية حتبقى ما بين الأهل والزمالك طيب معنى كده إنه مصر وتحديدا استاد القاهرة كمان أسبوعين هيستضيف مباراة الأهل والزمالك على نهائي بطولة أفريقيا آه هي بدون جمهور صحيح بس برضو مشكلة ليه مشكلة لأنه حالة التحفيل بس مش التحفيل لطيفة بلا أنا بقولها لك لا ده حالة التحفيل اللي بتتقلب إلى تعصب هتبتدي وربما بتارت من انبارح بس أنا طبعا لسه ما سخنتش ليه لأنه لسه في مباراة عودة في السيمي فاينل أول مباراة العودة دي تخلص اتفرج على ما حيحصل على السوشيال ميديا وما بين القنوات كمان بتاعت النديين فأنا بحذر من دلوقتي هو إعقاله وهده والموضوع كورة بس ده زا كان ماتشات الدوري اللي هي ملهاش لازمة الديربي بين أهل وزمالك في الدور الأول وفي الدور التاني انتو شفتوا اللي كان حاصل إيه ما بالك بقى وانت بتلعب أهل وزمالك على بطولة أفريقيا الشامبينز ليج أهم بطولة في القارة الأفريقية فالتنين حيستقتلوا على الفرباسي يستقتلوا في منافسة رياضية في الملعب حاجة ونستقتل إحنا بهبل وعصبية وجنون بره دي حاجة تانية أولا أنا رأيي السهل اللي ممكن نسيطر عليه هي القنوات لأن القنوات التلفزيونية دي سواء قناة الأهل أو قناة الزمالك تابعة للدولة وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفيه رقابة وإشراف عليهم المشكلة بقى في السوشيال ميديا اللي مش عارف تعمل فيها ايه إزاي نمنع الناس إنها تولع في بعضها مش عارف بس أنا كل اللي أقدر أقوله هو مناجدة لكل الأهلوية وكل الزمالكوية دلوقتي أرجوكم افرحوا وما تبوزوش الفرح التحفيل بقالنا قدي بنحذر من التحفيل وأنا شايف إن التحفيل هو كل المصيبة في التحفيل ليست المصيبة في إنك تخسر مباراة بتتدايق لكن لو محدش دايقك بتعدي ده أنت وإنت كاسبان ساعات يوعد يدايقك إنك إنت كاسبان يعني يشاكك في جدارتك يتعمك مش عارف إيه التحفيل هو أبو الشروح يعني يعني وبيخرجنا من التنافس الرياضي إلى حاجات سيئة جدا أنا موافق على اللي قاله السيد تامر وأتمنى إن إحنا نخلي بالنا ونحاسب على بعض شوية يعني نعمل اللي علينا كلنا وكل واحد يتمنى الخير لنا دي بس ما فيش داعي إن إحنا نسفه من بعض أو نلقح على بعض لأن دي أسوأ شيء ده أسوأ شيء لكن بعد الفاصل أجمل شيء الشموع الحمراء